السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويأهلا بكم معاكم احمد الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل اعلان على مدونة بلوجر يشبه اعلان الروابط الموجود في ادسنس اللي هو بالشكل ده كده تمام الفيديو اللي فات انا كنت شرحت طريقة عمل اعلان يدوي اه على اكاديمية المهندس زي الاعلان ده كده تمام اللي هو زي بتاع اول بلوجر مجانية وزي اعلان اشترك الان في القناة الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل اعلان زي اعلانات روابط اكسنس ولو ما شفتش الفيديو اللي فات شوفه هيفيدك جدا هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو ده يلا بقى نشوف شرح النهاردة وزي ما تعلمنا في الدرس اللي فات هديك برضو الكود جاهز تعدل عليه وتحط عندك في المدونة تمام ده الكود اللي معنا اسمه شفرة اعلانات روابط لو فتحناه بالنوتباد هيفتح معنا بالشكل ده الجزء اللي ده خاص به تنصيق الالوان والجزء اللي تحت ده خاص به روابط اسم الاعلان تمام كل اللي انت بتعمله هتلاقي عندك هنا في خمس اعلانات ادي واحد ادي واحد اتنين تمام تلاتة اربعة خمسة عندك كلمة الرابط دي هتحط الرابط اللي هيود عليه الاعلان واقصاد هنا في الجنب ده هتحط ايه هتحط اسم الاعلان طيب لو خدنا الكود كده كله قبل ما نعدل فيه اه يعني حددنا كله وقلنا كوبي تمام ونفتح مدونة بلوجر هفتح مدونة تانية غير اكاديمية المهندس نطبق لها الشرح تمام نعمل عرض نقفل دي الاول اكاديمية المهندس نعمل عرض المدونة تمام هنضيف الكود فين هنضيف شفرة الاعلان فوق تابعنا مثلا على الفيسبوك هندخل على التخطيط وفي الشريط الجانبي فوق تابعنا على فيسبوك هنعمل اضافة اداة اتش تي ام ايل وجافة سكريبت وهنعمل لصق ونسميها مسلا اهلا تمام او انت مش هتسميها برحتك يعني هنحط ايه بس هنوليها عشان نميزها ونعمل حفظ ونعمل عدد تحميل هتظهر معنا بالشكل اللي حضركم شايفينه ده اسم الاعلان تمام ولو قفت عليه هنا بيظهر لك شباك كلمة شباك لو انت عايز مكان الشباك تقرر برضو اسم الاعلان يكون افضل تمام تمام طيب كل انت بتعمله ايه بقى انت بتجيب الرابط بتاعك يعني انا عاوز مثلا اول اعلان يودي على ايه يودي على اكاديمية المهندس تمام اختار اكاديمية رابط اكاديمية المهندس مثلا ومبدئيا الكود انا هددو لك فاضي يعني ما فيوش اي روابط بس انا هشرح لك دلوقتي نجرب مع بعضينا هنشيل الرابط نحط ايه رابط اكاديمية المهندس ونشيل الاسلاش الاخيرة دي مش محتاجينها ونكتب هنا ايه اكاديمية المهندس مكان اسم الاعلان تمام تابع مع الشرح للنهاية عشان اقول لك اتعدى الالوان ازاي اكاديمية المهندس ممكن برضو احدد كده اكاديمية المهندس تمام كنترول سي تمام وحطها مكان الشباك ده عشان لما حد يقفع الاعلان يظهر له كلمة ايه اكاديمية المهندس برضو كنترول فيه واعمل كليك يمين كوبي وادخل على لوحة التحكم بلوجر وهشيل الاعلان اللي انا حطه ده تمام الشفرة اللي انا حطتها القديمة واحط الشفرة الجديدة واعمل حفظ. واعمل اعدى التحميل للصفحة تمام? ظهر معي بالشكل ده اوه تمام? اللي انا عدلتها في الاول بات اكاديمية المهندس. لو ضغطنا عليها لو وقفنا عليها الاول بيظهر كلمة ايه اكاديمية المهندس? ضغطنا عليها هتوديهنا على اكاديمية المهندس زي ما حظركم شايفين كده تمام? ده كان بالنسبة لتعديل اا ربط الاعلان واسم الاعلان تمام? طيب بالنسبة لتعديل الالوان بقى عندك هنا كلمة تمام? وفي عندك هنا تاني كلمة الالوان بتاعتها ايه? الالوان بتاعتها هي اللون الازرق زي ما احنا شايفين كده. ده اللون الازرق هو تمام? ولو اخدنا الكود ده كده نسخ او الكود ده طبعا. تمام هو هو. ودخلنا على جوجل وكتبنا اكواد الالوان. تمام? ودخلنا على تاني موقع. بلاش اول موقع ده التاني اسهل. اللي هو الموقع اتش تي اميل داش كولر داش كوت دوت انفو. تمام? او انا ان شاء الله هشتب لك الموقع برضو في الوصف اسفل الفيديو مع كوت شفرة الاعلان. وهننزل تحت شوية كده. لحد ما نلاقي كلمة لينك هنضغط عليها. هيفتح لك الصفحة اللي انت ممكن تحد منها اللون اللي انت عايزه. لو مسحنا ده وعملنا لصق للكود اللي احنا اخدناه من الشفرة. وضغطنا جوه هيجيب لي هيجيب لي اللون مكان اللون الابيض ده. يقول لي الكود ده بتاع انهي لون جوه. جاب لي اللون الازرق هو. تمام? يبقى انا فعلا انا عايز اغير ايه? عايز اغير الازرق. عايز اغيره بايه? عايز اغيره باللون الاحمر. تمام? طيب هالزق الكود ده هنا كده. يعني احفظه بس كده. عشان لو احتاجه ترجع له تاني. واختاره اللون الاحمر مسلا. تمام? خلي بالك الكود الجديد بيزهر تحت هنا. يعني انا اخترت اي لون. الكود بتاعه ايه? بيزهر تحت. بيزهرش فوق. فوق ده انا بحط الكود اللي انا عايز ايه? اللي انا عايز اه اعرف الكود بتاعه اللون بتاعه ايه? فاختار مسلا اللون ده كده. نسخ. واروح للكود بتاعي. اعمل عشان اعمل استبدال الالوان. تمام? تحت احط اللون الجديد. اللون اللي انا عايزه. تمام? كنترول فيه. تمام? وفوق احط ليه? احط اللون اللي انا عايز استبدله. اللون القديم. كوبي. احطه فوق انا بالشكل ده. كنترول فيه. واعمل يعني استبدال لي كل الالوان اللي موجودة في الكود ده. اللي موجودة باللون الازرق استبدلها لي باللون احمر. استبدال لي الكود ده بالكود ده. تمام? ونعمل تمام. كنترول ايه? كوبي. روح على لوحة التحكم بلوجر. تمام? وعند شفرة الاعلان هنشيل دي كده. تمام? ونلزأ الشفرة الجديدة اللي احنا عدينا فيها الالوان. ونعمل حفظ. ده عندي باللون الازرق. نعمل قعد التحميل. هلاقيها ظهرت معايا باللون الاحمر زي ما حضرتكم شايفين كده تمام? يبقى انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتعدل في تلات حاجات بتعدل في اسم الاعلان. وبتعدل فيه الرابط وبتعدل فيه اللون لو حابب ان انت تغير اللون. فيه بس ملحوظة صغيرة ان انت لو ضفت الكود ده اكتر من مرة فيه المدونة عندك. كلهم بياخدوا لون واحد. اللون القديم. يعني مسلا ونفرض ان انا عدلت اللون ده تاني كده اخترت لون جديد. تمام? خليت لون ازرق مسلا او لون اصفر بقى او اغضر. تمام? مختلف شوية. اللون ده. وجيت عملت استبدال تمام? وحطيت اللون الجديد اللي انا عايزه هنا تحت. تمام? واللون القديم موجود فين? اللي هو ده. واللي هو ده. تمام? تمام. احطه. كنترول فيه. واعمل ريبس اول. نغير برضو اسم الايه? اسم الاعلان شوية عشان يواضح معنا الفرق. نسميها اكاديمية المهندس تلاتات مسلا بالشكل ده. كنترول ايه كوبي. وروح على التخطيط ونعمل اعلان فوق ايه? ونسميه اعلان اتنين مسلا. اعلان اتنين. كنترول فيه حفظ. نروح للمدونة هنعمل عرض المدونة. هنلاقي الاثنين ظهروا معي بنفس اللون. لكن انا التغيير انا ما حطتش اللي هي التلات تلاتات في المكان المصبوط. طيب نعدي لها تاني كده. تلات تلاتات المفروض جنب اكاديمية المهندس دي. تمام? تاني كنترول ايه? كوبي. نعمل عدل تحميل. زهر معي الشفرة الجديدة هي ده الشفرة القديمة ومع اني غيرت الالوان لكن كلهم زهروا بلون واحد. تمام? طيب لو انا خدت الشفرة دي كده زي مايه وحطتها في مدونة جديدة. رحت على بلور وعملت بدونة جديدة. سريعا كده. عشان اواريك الفرق. تمام? دخلت على التخطيط. وجيت على الشريط الجانبي. تمام? وراحت اضيف الكود بتاعي اللي انا معدل فيه. اللي هو المفروض عندي باللون الاخدر بقى. تمام? حفظ. واعمل عرض المدونة. زهر معي باللون الاخدر. تمام? معنى كده او اللي انا عايز اكده لك ان انت لو ضفت اكتر الكود ده اكتر من مرة عندك في الموقع بياخد نفس الوان الشفرة القديمة. تمام? لكن اسماء الاعلان بتتغير عادي ما فيش مشاكل والروابط بتتغير عادي جدا ما فيش مشاكل. ده كان شرح النهاردة لطريقة عمل اعلان روابط يشبه اعلانات ادسنس. اتمنى يكون افتقوا معلومة بسيطة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك معي في القناة وفعل زر الجرس. وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.